بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان المتتاليات والأعداد المركبة رقم 2 أنصح به شعبة العلوم التجربية والتقنية رياضي والرياضي حيث قال نعتبر الأعداد المركبة ZN المعرفة بZ01 ومن أجل كل عدد طبيعي N فإن ZN زائد 1 يسائد 1 زائد E جذر 3 في ZN قال في المستوي المركب المنسوب إلى معلم متعامد ومتجنس OEV قال وحدة الطول هي 1 سنتيمتر تذكروا هذه الكلمة نرمز بMN إلى النقطة ذات اللاحقة ZN قال أجب بصحيح أو خطأ مع التبرير في كل حالة أنه 1 زائد E جذر 3 يسائلنا 2 في أسية EP على 6 ثانيا قال Z3 يسائلنا ناقص 8 ثالثا قال المتتالية DN المعرفة على N بDN تسائلنا طول DMN وMN زائد 1 قال هي متتالية هندسية أسسوها 2 وحدها الأول جذر 3 قال رابعا L طول الخط المنقصر المؤلف من النقاط اللي هي M0 M1 إلى غاية MN يساوي لنا ماذا يساوي لنا جذر 3 في 1 على 2 قوة N ناقص 1 سنتيمتر خامسا وأخيرا قال L أكبر من أو يساوي لنا واحد كيلومتر من أجل ماذا من أجل آن أكبر أو يساوي لنا ستة عشر إذن لننطلق على بركة الله في الحل المفصل إذن ننطلق في الإجابة على السؤال الأول نكتب هنا الإجابة بصحيح أو خطأ مع التبرير لاحظوا جيدا هنا أبناء نقطة نقطة كيف نتعلم أعطيت لنا هذه الإجابة هل هي صحيحة أم خاطئة لا يمكن أن نحكم على شيء إلا إذا برهننا بأن هذا ما قاله التبرير ننطلق عندنا واحد زائد E جذر ثلاثة لو نلاحظه جيدا الأبناء إلى طاولته تساوي لنا الحقيقي مربع زائد التخيل مربع يعني جذر ثلاثة الكل مربع تحت الجذر تساوي لنا كم تساوي لنا أربعة تحت الجذر تساوي لنا إثنان إذن هذه قد صدقوا فيها نأتي الآن إلى الثانية اللي هو كوس تيطا اللي هي العمدة تساوي لنا الحقيقي على الطاولة والسينيس يساوي لنا ماذا التخيل على الطاولة هذه بالآلة الحسبة لو نأتي إليها بالآلة الحسبة سنفو نجدها تيطا تساوي لنا ستون درجة اللي هي بي على ثلاثة معنى هذا واحد زائد E جذر ثلاثة شكله الأسي هو الطاولة في أسية الزاوية الزاوية اللي هي بي على ثلاثة لاحظوا الآن هو ماذا أعطي لنا ونحن ماذا وجدنا هل إجابة صحيحة نقول ومنه ماذا خطأ لماذا خطأ لأن لم يتوافق المساواة لم تكن نفسها هيه فقط يا أبنائي نأتي بعدها أبنائي إلى أجب بصحيح خطأ كذلك أنه زاد ثلاثة يساوينا ناقص ثمانية إذن عندنا نأتي إلى زاد ثلاثة يساوينا ناقص ثمانية هل هذه الإجابة الصحيحة أم خطأ لاحظوا جيدا هنا أبنائي نأتي أولا إلى ها هي القيمة التي أعطيت لنا في الحالة العامة أنه زاد آن زائد واحد يساوي لنا واحد زائد إي جذر ثلاثة في زاد آن مع أنه لو وجدنا أن واحد زائد إي جذر ثلاثة تذكروا الإجابة الصحيحة وجدناها إثنان في أسية إي بي على ثلاثة لاحظوا يقول أحدكم لماذا لأنها هو الجواب يا أبنائي إذن نأتي الآن إذا قال هو عندنا ثلاثة هنا كم نضع نضع هنا إثنان وهنا إثنان فماذا ينتج لنا زاد إثنان زائد واحد لهو زاد ثلاثة يساوينا ماذا يساوينا واحد زائد إي في جذر ثلاثة في زاد إثنان دقيقوا نحن هل نملك زاد إثنان يا أبنائي لا هل نملك زاد واحد لا ركزوا إذن ما علينا أن نملك إلا أن نضع زاد واثنان الزاد إثنان تساوي نضع هنا معناه واحد وهنا واحد فصبحنا واحد زائد إي جذر ثلاثة في ماذا في زاد واحد زاد واحد كذلك لا نملكه نأتي بنفس الخطة ونضع هنا إذا وضعنا هنا الصفر وهنا الصفر فيصبح لنا زاد واحد يساوينا واحد زائد إي جذر ثلاثة مضروب في زاد صفر لكن زاد صفر ها هو أمامكم لهو كم يا أبنائي تصبح لنا زائه تصبح لنا إثناني في أسية إي بي على ثلاث هذه القيمة وان volcanoes لاحظوا في ز ceiling oz هو واحد فتصبح لنا إثناني في أسية إي بي على ثلاثة هذا ماذا هذا ز tile معنا هذه القيمة يا أبنائي الآن نعود ونعووذها في هذا الموضع فماذا ينتج جعلنا أنه ز 2015 تصبح لنا تصبح لنا إثناني في أسية إي أو ما ثلاثة اللي هي قيمة هذا العدد ونعوذ قلنا زاد واحد في هذا المكان فتصبحنا في اثنان في اسية اي بي على ثلاثة فتصبح لنا زاد اثنان يسوينا اثنان في اثنان اللي هي تسوينا اربعة في اسية جمع الاسس تصبح لنا بي على ثلاثة زائد بي على ثلاثة هنا فتصبح تسوي ماذا اربعة في ماذا في اسية اي ماذا اثنان بي على ثلاثة لان بي وبي هو اثنان بي ثم هذه القيمة يا ابني كذلك لها زاد اثنان نعود بها ونضعها في هذا الموضع فماذا ينتج لنا يا ابني ينتج لنا ان زاد ثلاثة تسعينا واحد زايد اي جذر ثلاثة قلنا هو اثنان في اسية اي بي على ثلاثة مضروب في زاد اثنان اللي هو اربعة في اسية اي اثنان بي على ثلاثة فينتج لنا ماذا زاد ثلاثة يساوي يساوينا هذا في هذا انه ثم اسية نجمع الاسس بي على ثلاثة زايد اثنان بي على ثلاثة اللي هو ثلاثة بي على ثلاثة فصبح لنا زاد ثلاثة يساوينا ماذا ثمانية في نختزل هذا مع هذا تصبح لنا في اسية اي بي نعود الان الى الشكل الجبري لهذه العبارة لاحظوا أبنائي هنا تصبح لنا زاد ثلاثة يساوينا ثمانية في كوس ماذا كوس بي زائد اي في سينس ماذا في سينس بي فتصبح لنا زاد ثلاثة تساوينا الكوس بي معروف إنه ناقص واحد والسينس لديها هو صفر فتصبح لنا ناقص هذا ذهب كليا إلى الصفر وهذا جاء بالناقص واحد فقط تصبح لنا ناقص واحد في ثمانية وهي ناقص ثمانية هل هي موافقة مع الشيء الذي طلب منه انظروا نعم نقول ومنه ماذا صحيح فقط يا أبنائي هذه المقطع الاقتراح الذي أعطيه لنا إنه اقتراح صحيح فقط ناتي بعدها أبنائي إلى الاقتراح ثلاثة هل هو صحيح أم خطأ قال المتتالية دي آن ها هي المتتالية دي آن المعرفة على أم بي دي آن يساوينا الطول ما بين أم آن نقطة أم آن و أم آن زائد واحد قال هي متتالية هندسية أساسها اثنان وحدها الأول جدر ثلاثة إذن نلاحظ جيدا مع هذا الاقتراح لاحظوا جيدا أولا نقول حتى تكون من تكون هذه دي آن بين قوسين متتالية هندسية يا أبنائي شرطها أن تكون ماذا أن تكون دي آن زائد واحد يساوينا ماذا يساوينا دي آن في كي مجرد دي آن هذه مجرد اسمية فقط في كي يعني في عدد من الأعداد لاحظوا جيدا ننطلق في دي آن زائد واحد يساوي ماذا يساوينا أم آن زائد واحد وأم آن هو البعد ما بين آن آن زائد واحد وأم آن زائد اثنان يقول أحدكم لم أفهم إذا وضعنا هنا زائد واحد نضع هنا زائد واحد وندع هنا زائد واحد فماذا ينتج تصبح لنا dn زائد 1 سبحنا dn زائد 1 عن فون mn زائد 1 mn زائد 2 وهو الطول هذا الطول يعني بين نقطتين فماذا ينتج لنا صبح لنا dn زائد 1 يسوي لاحظوا جيدا هو طاولة ماذا zn زائد 2 ناقص zn زائد 1 هذا هو طول حساب الطول ما بين نقطتين يسوينا zn زائد 2 يا أبنئي سوف نأتي به ركزوا هنا أرجوكم عندنا أولا نحن نملك هذه العبارة التي أعطيت لنا انظروا هذه العبارة انظروا إليها إذا قلنا هنا زائد ماذا؟ زائد واحد وهنا زائد واحد هذه تعطينا كم؟ تعطينا زاد زاد آن زائد اثنان يساوينا واحد زائد اي جذر ثلاثة هكذا عفوا هكذا في زاد آن زائد واحد هذه هي أبنائي نأتي بها ونضعها في هذا الموضع فيصبح لنا طاولة دائما مازلنا مع الطاولة نصبح لنا جذر نفسها هي اثنان او نتركها كما هي أفضل وهي واحد زائد اي جذر ثلاثة مضروب في ماذا؟ مضروب في زاد آن زائد واحد ناقص ماذا؟ زاد آن زاد آن ها هي قيمته يا أبنائي لاحظوا جيدا الزاد آن ها هي قيمته إذن هذه القيمة سوف نضعها في هذا الموضع فماذا ينتج لنا أن واحد زائد اي جذر ثلاثة مضروبة في زاد آن ركزوا أرجوكم فماذا نتحصل يا أبنائي؟ نتحصل على هذه العلاقة لاحظوا فتصبح تساوي ماذا؟ ما رأيكم أن نستخلج هذا مع هذا كعام مشترك فتصبح لنا طاولة واحد زائد اي جذر ثلاثة مضروب في ماذا؟ في زاد آن زائد واحد ناقص زاد آن تصبح تساوي طاولة جداء عدد المركبين هو طاولة الأول في طاولة الثانية تصبح لنا طاولة واحد زائد اي جذر ثلاثة في طاولة زاد آن زائد واحد ناقص زاد آن لكن نحن قلنا ماذا؟ قلنا هذه تصبح تساوينا طاولة هذا العدد وجدناها اللي هو كم؟ اللي هي اثنان طاولة واحد زائد اي جذر ثلاثة هو اثنان وهذا ماذا يقرأ؟ يقرأ هو آم آن هو الطول آم آن وآم آن زائد واحد يعني ما بين النقطة آم آن وآم آن زائد واحد وهذه لو تدققوا معي أليس هي دي آن؟ نعم تصبح تساوينا اثنان دي آن بعدما انطلقنا من دي آن زائد واحد ها هو التعريف قد توصلنا إليه نقول ومنه دي آن هذه بين قوسين متتالية كيف هي؟ هندسية أساسها ماذا؟ كي يساوينا كم؟ يساوينا اثنان بقينا الآن حتى الآن إجابة صحيحة لكن بقي حدها الأول هل يتطابق مع الحساب؟ أم نحن لسنا على ذلك؟ لاحظوا جيدا بقي لنا الآن أن نحسب حدها الأول حدها الأول هو دي سيفر دي سيفر يساوينا آم آم ماذا؟ لاحظوا جيدا تصبح لنا آم سيفر آم واحد الذي يساوينا طاولة زاد واحد ناقص زاد سيفر فتصبح لنا دي سيفر يساوينا طاولة زاد واحد كم وجدناها يا أبنائي؟ زاد واحد لو تتذكروا نعوذ هنا قلنا بسيفر ونعوذ هنا بسيفر لاحظوا جيدا ها هو بسيفر أو نعود إليه لاحظوا جيدا فتصبح لنا هي 1 زائد E الجذر 3 ناقص زائد سفر ها هو أمامكم وهو ناقص 1 ما زال رمز الطاولة تصبح لنا D سفر يساوينا ماذا يساوينا 1 زائد E الجذر 3 ناقص 1 يذهب هذا مع هذا فتصبح لنا D سفر يساوينا طاولة E الجذر 3 وطاولة كل عدد مركب تخيل سرف طاولة أن ننزع له ال E أو الناقص وكل شيء تصبح لنا الجذر 3 أهل تطبقت مع هذه؟ نعم نقول ومنه ماذا؟ ومنه صحيح يعني الإجابة هذه التي تقترحها تعلينا إنها إجابة صحيحة فقط يا أبنائي نأتي بعدها أبنائي إلى الاختراح الرابع لاحظوا جيدا قال قال طول الخط المنكسر المؤلف من نقاط أم صفر أم واحد أم إثنين إلى غاية أم أم لاحظوا جيدا لو نرسم هنا معلم بسيط يا أبنائي سوف تلاحظوا ما معنى التفسير الهندسي لهذه المعطيات لو جئنا إلى هكذا دقيقوا معي وجعلنا وحدات معينة الخط المنكسر لو نأتي الآن أبنائي إلى هذه النقاط لاحظوا إلى زد صفر كم هو زد صفر قلنا إنه لإذا خذناه قلنا هنا واحد هذا هو أم صفر ثم ماذا؟ ثم هذا يمثل هو لاحقة أم صفر هو لاحقة أم صفر هذا يمثل لاحقة أم واحد هذه أم إثنان وهذه أم ثلاثة إلى آخره إلى أم آن لاحظوا جيدا نأتي الآن إلى أم واحد أم واحد كم؟ نرسم دائرة يا أبنائي إذا رسمنا هكذا دائرة نس قطرها مثلا هكذا ليس هذا هو المطلوب لكن أوضح لأبنائي إذا جئنا إلى هذه كم؟ تصبح لنا كم ستون درجة يمكن أن نضعها في هذا الموضع نقول مثلا هنا أم واحد ثم بعدها أم إثنان كم لهي أربعة يعني نرسم كذلك دائرة طويلة هكذا نس قطرها مثلا هكذا كما أشير أربعة ثم بزاوية كم مئة وعشرون معناها تصبح لنا مثلا في هذا الموضع أم إثنان ثم أم ثلاثة لهي نقص ثمانية مثلا تقول نقص ثمانية هنا أم ثلاثة ماذا يريد منا؟ يقول الخط المنكسر هو هذا الخط يا أبنائي لاحظوا لاحظوا جيدا ها هو الخط المنكسر اللي هو يربط ما بين هذه النقاط التي عينتها ثم هكذا ثم هكذا ويزيد هذا هو الطول هذا كليا يا أبنائي هذا يريد منا تعين هذا الطول الذي اسمه أل هل يسوي لنا هذه القيمة؟ لاحظوا جيدا كيف يمكن ذلك إذا قلنا نحن أل هذا هو الطول ما بين النقاط اللي هو طول ما بين أم صفر وأم واحد زائد ماذا؟ زائد أم واحد آم وآم اثنان زائد آم اثنان الآن ثلاثة إلى غاية إلى غاية الآن ماذا؟ الآن آم آن وآم آن ناقص واحد وآم آن ركزوا لي أنه هو من قال حتى إلى الآن آن لم يزيد بعد ذلك دقيقوا أرجوكم نقطة نقطة أبنائي كي تتعلموا الآن ماذا تصبح تصبح لنا آل تسوي هذا الطول كم؟ هذا الطول يمثلنا هو دي سيفر لأننا نحن قلنا ممثلنا دي سيفر يقول أحدكم لك لماذا يا أستاذ؟ لاحظوا دي سيفر ماذا قلنا يسوي ها هو أمكم وبعدها ماذا؟ وبعدها الذي يأتي بعدها هو دي واحد زائد دي اثنان إلى غاية هذه هذه ماذا تمثل؟ زائد دي آن ناقص واحد يقول أحدكم لماذا؟ لأن دي آن ناقص واحد لو لاحظه يا أبنائي ماذا يسوينا؟ يسوينا زائد آن ناقص زائد آن ناقص واحد هذا هو الطول هذا إذن بما أنها تسوينا هذا الأمر فتصبح لنا هذه ما هي؟ هذه حدود مجموعة مجموعة لحدود متتابعة لمتتالية هندسية التي درسناها من قبل أساسها قلنا أساسها كي يسوينا كم؟ يسوينا إثنان وحدها الأول ما هو؟ حدها الأول لي هو دي صفر يسوينا الجذر ثلاثة وها هم أمامكم يا أبنائي فيصبح لنا آن يسوي يسوي مجموعة متتالية الهندسية تقول الحد الأول في الأساس هو عدد الحدود عدد الحدود هو الدليل الكبير لهو آن ناقص واحد ناقص هذا الساغر الذي أشير إليه ناقص صفر توضيفون واحد دائما من عندكم حذروا ناقص واحد على السطر على الأساس ناقص واحد وفي بعض الكتب تجدونها واحد ناقص واحد ناقص لا يهم إلا أنه ضرب البسط والمقام في ناقص واحد فقط فصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا جذر ثلاثة في هذا يذهب مع هذا تصبح لنا إثنان قوة آن ناقص واحد والمقام ماذا يبقى له؟ يبقى له واحد لكن تقول القاعدة يجب أن نضعها كذا تقول القاعدة إذا نزع العدد من المقام يعني بقي واحد أو ما شبع ذلك وهنا يوجد عدد مضروب في الكسر علينا أن نضع الأقوة هل تطابقت مع الإجابة يا أبنائي؟ لم تتطابق نقول ومنه الاقتراح كيف هو خاطئ فقط يا أبنائي هذا الاقتراح الذي اقترح علينا فقط نأتي بعدها أبنائي إلى السؤال الآخر قال الآل أكبر من أو يسوينا واحد كيلومتر من أجل الآن يسوينا كم؟ يسوينا ستة عشر ركزوا جيدا معي نحن قلنا وحدة الطول في هذا التمرين هو السنتيمتر لاحظوا جيدا نأتي الأولا أبنائي إلى التحويل واحد كيلومتر إلى السنتيمتر نحن نعلم أن واحد كيلومتر فيه ألف متر والمتر ماذا يوجد فيه؟ يوجد لنا فيه مئة سنتيمتر معناه يصبح لنا هكذا أبنائي ونضيف لها إثنان من الأصفار سنتيمتر فيصبح لنا واحد كيلومتر يسوينا كم؟ عشر قوة خمسة معناه نحل هكذا نحل هذه المترجحة الآل أكبر أو يسوينا عشر قوة ماذا؟ عشر يا أبنائي قوة خمسة فماذا ينتج؟ ينتج لنا الآل وجدنا في السؤال الذي قبله أو الإجابة الذي قبله وهي جذر ثلاثة في ماذا؟ في إثنان قوة آن ناقص واحد أكبر أو يسوينا عشر قوة خمسة ركزوا معي الآن يا أبنائي يمكن أن نأتي بهذا العدد بما أنه في أنقله إلى هذا الموضع وعدد الموجب يعني لا يؤثر تصبح لنا إثنان قوة آن ناقص واحد أكبر أو يسوينا عشر قوة خمسة على جذر ثلاثة ثم أنقل هذا العدد إلى هنا تصبح لنا إثنان قوة آن أكبر أعفوا قلت أكبر أو يسوينا عشر قوة خمسة على جذر ثلاثة زائد واحد بما أن هذا العدد موجب وهذا العدد موجب تقول القاعدة ندخل عليهم ما نسميه اللغارث لغارث من هنا ولغارث من هنا لأن الأعداد موجب تماما لاحظوا جيدا أبنائي عندنا قاعدة بما أن هذا الاثنان عدد موجب فهذا له الحق أن ينزل إلى هنا فلما أنزله إلى هنا ماذا يصبح لنا آن في لغارث ماذا إثنان أكبر أو يسوي لنا ماذا عشر قوة خمسة زائد واحد عفوا على هنا على جذر ثلاثة لوحده هكذا ومنه ماذا ومنه آن يصبح أكبر أو يسوي لنا نضع خط كسر هكذا لهو عفوا إلا أنه نسينا هنا اللغارث أعذروني جزاكم الله خيرا هنا نسيت اللغارث هكذا فصبح لنا اللغارث ماذا عشر قوة خمسة على جذر ثلاثة زائد واحد على لغارث اثنان أحذروني دائما قلت أعذروني هنا نسيت لغارث فقط وبعدما نحسب هذا بالآلة الحاسبة فصبح لنا آن أكبر أو يسوي لنا ماذا يسوي لنا خمسة عشر فاصل واحد وثمان ما هو العدد الطابعي الأكبر من خمسة عشر فاصل إنه ستة عشر إذن يصبح لنا آن أكبر أو يسوي لنا ستة عشر يا أبنائي لأن العدد الطابعي الأكبر تمام من خمسة عشر فاصل ما هو إلا ستة عشر نقول ومنه الاقتراح كيف هو صحيح فقط يا أبنائي وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على رحمة طاهرة كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك ليصفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدنا باستمرار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته